موسيقى خلينا نبدأ الكابتن محمود الخطيب اللاعب والإنسان والمسؤول الكبير في النادي الأهلي وصولا إلى منصب رئيس مجلس الإدارة وكنت من نجوم الفريق طبعا جيل ذهبي للنادي الأهلي حقق بطولات وظهر على المستوى الدولي بشكل أكثر من رائع وقت ما كان الكابتن الخطيب نائب لرئيس مجلس الإدارة وكان الكابتن حسن محمود في الوقت ده رئيس مجلس الإدارة أولا شايف إزاي تكريمه واختياره سفير للكرة الأفريقية لا يبص يمكن كابتن الخطيب الأجيال الحالية لم تكن محظوظة الحقيقة يعني بعدم الفرجة على الكابتن الخطيب في الملعب ممكن أنا برضو متفرجتش عليه كتير في الملعب أول لكن شفت له حاجة كتيرة جدا طبعا أنا أكيد يعني واحد من اللعيبة اللعب أقيرة في الملعب يعني فيه لعيبة دايما وانت بتلعب تحب تستمتع بيه وانت كمان موجود معهم في الملعب وفيه لعيبة بتستمتع بالفرجة عليهم يعني الكابتن الخطيب من الناس انت بتحب تستمتع حتى لما يبقى فيه فيديوز بتعرض للكابتن محمود بتحب تتفرج عليه تستمتع أخبرك بالفرجة عليه يعني بتقول يعني لو انت مثلا موجود في هذا العصر كممكن يبقى الوضع مختلف تماما أنا من الناس الحقيقة اللي بستمتع وبحب لعب تكرة جدا حبي اللعب يكرة اللي بيفكر في المرعب اللي عنده زكاء اللي عنده إمكانيات كبيرة جدا اللعبة اللي عنده موهبة عالية جدا هو من الناس الحقيقة اللي عنده موهبة عالية جدا 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 يمكن أول مرة تجمعني بالكابتن الخطيب يعني رؤية داخل الملعب كان عندي 16 سنة وحوار فني بقى على الملعب وعلى كرة قدم بيننا في الكرة يعني نفسها كان هنا 16 سنة وكان عندنا تدريب وكانوا بتمرم في الجزيرة في ملعب الفرعي يعني كان زمان في ملعب فرعي في الأهل الجزيرة فرقة جزيرة. وكان الكابتن المختار مختار هو مدير الفني. فبنعمل تأسيمة العادية. فنزل الكابتن الخطيب يلعب معنا في الفرقة. وكان بلعب معي. كنت أنا بلعب معه في التأسيم يعني. أو كنت بفريقه يعني. بالظبط. وكان أمري عبد الحميد هو اللي كان واقف في جل ضدنا في الفرقة التالية. فجأت الكرة على الخاطة التمنتاشر. فلاقيته بيعمل كرة تشيب كده غريبة يعني. بوش رجل الداخلي. وراحت في المعصر. واحنا بقفين كلها بنتفرق. عاديين بنتفرج على حتى أمير نفسك بنتفرج عليها يعني. فبعد الماتش ما خلص. بعد التأسيم قصدي ما خلصت. فراحت سألته كبت الحركة يعني. الكرة دي لعبتها ازاي. فعادي يضحك يعني. فانا عندي لست 16 سنة فعارف يعني. وكان مختار مختار من المديرين الفنيين اللي بحبوا المهارات قوية. بحبوا الإبداع جدا يعني. فراح عادي يشرح بقى كرة ازاي تلعبت بالحيطة. لان نخد بالك. انت وانت انت كمهاجم. اوقات كتيرة جدا بيجي لك وقت انك محتاج انك تفكر فيه. وتشتغل بدماغك اكتر منه. انك تشتغل بالخوة اللي موجودة عندك يعني. ودي حاجة انا انا على المستوى الشخصي في الكرة كنت بحبها جدا. فلما عادي يشرح الكرة لنا يعني. احنا عاديين برا. عايز اقول لك يا محمد. كان عندنا ماتش. بعدها بحاولي اسبوعين كده. اسبوعين بالزبط. وكنا بنلعب في جزيرة بقى في الملعب الملعب الرئيسي يعني. بتفرج عنا ساعتها كان مستر مستر هولمن ومستر اه لا مستر تسوبل اسب مستر تسوبل. اه او تسوبل كان قابل هولمن. وعنى تسوبل كان قابل هولمن. لا الهولمن اول. هولمن اول وبعد كانت سوبل. هولمن خمسة وتسين ستاوتسين. فكرة جاتلي نحت شمال. ماشي. فحبيت اعمالها كده زي حاجة من بتاعة خطيب يعني. فمي معظمين. فلوح تجاي عامل الجل طالع عليه وانا عالثمانتاشر فروح تجاي بش مالي بقى المارادي يحدث ان فوقهم. ماشي. في كابتني المختار بعد الماتش طالعا بيقول ايه الحرفان دي تتولا كابتن لسه كابتن خطيب اعمل اى مارفات لشان تعرف المستقبل اللي جاي. تعرف احبايزاي يميني. فالحقيقي أنا طرع. انا كنتم اللاعبين او المجميلة بيلعبوا بالقدمين بس ما كنتش في الاساس أشوال. لا لا مش اكتر بتعتمد اكتر على القدم اليمنى اه بالزبط انا اصلا يمين بس يعني هدف كتير هدف برجل الشمال يعني فخد بالك انت بتستمتع دايما وبتتعلم من اللعيبة الكبيرة اللعيبة اللي عندها امكانات ومهارات علي جدا خد بالك وعايز اقول لك المفترض يعني انا ويمكن انا بقول الكلام ده يمكن في قناة النادي المفترض ان يبقى فيه فيديوز كتير جدا للعيبة الموهوبة مثل كابت القطيب يعني ناس تتفرج عليها عشان ناس تستمتع خد بالك ناس كتيرا تسمع فقط لغير لكن ما بتشوف ما عنده او ما صادفتهاش او ما صادفهاش الحظنية تشوف تتفرج على المواهب الكبيرة كده تمام فانا بتمنى يعني الفيديوهات والاهداف والمهارات تمام تتعامل وتتزاحن في قناتنا عشان الناس الاجيال الجديدة كمان مش بس يبقى عندها فكرة السمع عشان كمان يبقى عندها فكرة الرؤية تعرف الناس دي فعلا ما خدتش القيمة الكبيرة دي من فراغ لأ فعلا خدتها عن استحقاق واجدار ايه اهم من النصايح الفنية تفتكر نصايح فنية وجهالة كابت الخطيب في اي مر حتى المرحلة اللي كنت فيها هو دايما نجوم الفريق الاول وجالك وقت بلال كنت يعني هداف منتخب مصر وهداف النادي الاهلي وهداف الدوري المصري كنت متعلق وبيبقى الجيل ده والستارز في الفريق الاول دايما مهتمين بنجم بحجم وقدرات كابتن الخطيب انه يسألوا على الحاجات فنية يسمعوا منه لفتة معينة عن التحرك الحركة في الملعب التيمورك ازاي خلص كرة في موقف صعب تفتكر نصايح فنية معينة من كابتن الخطيب؟ شوفها اقولك على حاجة يمكن انا عشرت كابتن الخطيب وكان مشرف على الكرة في الفريق الاول في اوقات انا كنت موجود فيها مع الفريق هو الحقيقة كابتن الخطيب كان في حاجتين مهمين جدا جدا بيهتم بيهم يعني دايما ينصحك نصيحة انك ازاي ازاي تكون لعيب كرة فقط لغيره ازاي تتعاش كأنك لعيب كرة فقط لغيره هي دي المهنة الحقيقة بتاعتك انت لا تدور على فلوس في الوقت الحالي ولا تدور على اي امجاد شخصية خارج الملعب كل الامجاد وكل الفريق وكل الامكانيات هتجيلك وانتالعيب هتجيلك لوحدها اهتم فقط لغير بكرة القدم تميب امكانياتك الشخصية طور من امكانيات نفسك يمكن هو كمان الحقيقة من النصيح المهمة جدا 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 ان دايما اللي كان بينصحها وممكن انا يعني ساعدت في وقت كتير ان انا بستمع على هزين نصاح انك ازاي تبحث انك تتعوى نفسك دايما ازاي متقفش عند لفل محدد ازاي متقفش ازاي دايما تتعوى نفسك لان دايما اللي بيقف ودي كان دي نصيحة مهمة جدا دايما اللي بيقف عند مستوى معايد لازم ينزل تحديه والحقيقة أنا فاكر الكلام ده كويس جداً كان الكلام ده اللي هولي يمكن في سنة 2002 أو 2001 فأنا كنت ساعة كنت أعمش من النادي وكان فيه حوار كده معايا يعني مع النادي الآلي وكان يعني كنتمتعب شوية كنتمتعب في التنبيد وفي المطاوط وفي العروضة اللي بيتجي لك يعني بلاشت فكانت الحقيقة النصيحة الكبيرة والمهمة جداً أنا كانت لعيب كويس بس لازم دايماً ما تقفش عند حد معايا حد انت لعيب كويس بالزبط لازم دايماً تبقى بتفكر انك تجدد من إمكانياتك تجدد من نفسك تجدد من مهاراتك على حسب القدرات والإمكانيات اللي ربنا بديها لك يعني لو انت عندك لقى بدانية عالية تبقى أعلى لو عندك لو بتحاول بتلعب بميلك خلاص وصلت للنفل ده تدور على الأعلى من كده تدور على حاجة تانية مختلفة لو طموحك انتهى هترجع بقى خلاص تبقى لعيب مختلف شوية عشان تبقى لعيب كبير الأسماء الكبيرة فعلاً ما بتجيش من فراغ أسماء الكبيرة بتجي من فلم من تعب جهد وشغل كبير جداً وكان ليه اللقاء برضو مع كبتخطيب لقاء مهمة جداً يمكن ده بعتبره الأهم الحقيقة البطول أو النكسة اللي حصلت 2002-2003 تقريباً وبطولة الدور اللي خسرناها أمام MP أه اللي كانت في الأسبوع الأخير أيامها كان بومفرير وكان الأداء الشمور وكان مشي بومفرير بعدية على طول الأداء له غارتماً وكان عندنا بطولة كاس مصر وكان كبتخطيب ومشرف على الكورة وكان عندنا بطولة كاس مصر وكان الجمهور حيوقف بره التيتش وغاضب بشكل كبير جداً وعايز يدخل وكان الأمن منع الجمهور عشان ما تحصلش المشدات وحصلش حوارات ما بينه وما بين اللعيبة ولكن اجتمع بنا كابتل محمود خطيب وقال الجمهور هيدخل الملع وعشان هو ده الجمهور اللي وقت ما بتاخده البطولات هو ده الوقف راقه كذلك لما يبقى فيه عصرة لازم تتحمله جمهور النادي وتسمعوا النقد والهدفات وزعلوا بالزبط بودانكم عشان خطر تعرفوا قيمة الناس دي وقدي مدى غضبها ومدى زعلها عليكم مش منكم بس يعني عليكم أكتر من منكم دخل الجمهور واحنا طبعا كلنا يعني عارف انت منتظر ان الجمهور خلاص يعني هتوبى فيه بعض الهتفات ضدك هتوبى فيه بعض اللهم ده طبيعي في كرة القدم في حتى في العالم طبعا دخل الجمهور اللي تتش حوالي تقريبا كخمس تلاف ويعني تقريبا مالي المدرجات الموجودة بتدى الجمهور يعني يزوم شوية يغضب شوية رحل كابت خطيب كنت أنا بمشي معه حول معرف كنت أنا عندي إصابة في رجلي وخرجت حتى ما بنشي طيب في المباراة ام بدي ما كملتهاش مش معايا كابت خطيب وراح لجمهور ويمكن حيا الجمهور فطبعا كل الناس يعني حايت كابت محمول خطيب وراح ندى على اللعيبة أقول لهم اللعيبة دي اللي خسرت الأسبوع اللي فات بطولة دور العام هي دي اللعيبة اللي هتجيب لكم كاس مصر بعد أسبوعين بالزبط ابتدى الجمهور بلغة تانية خالص بتشجيع مختلف يتحول بالتشجيع إيجابي جدا 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 ابتدى يشجع العيبة بشكل غير عادي آه طبعا يعني إدارة الأزمات تمام واستغلال النجومية خد بالك إنك إزاي تستغل نجوماتك بشكل صح عنده جبته كاس مصر المصر احنا جبنا كاس مصر المصر دامنا الإسماعيل بالزبط من الإسماعيلي كسبنا الاتحاد وكسبنا البلداء وكسبنا الإسماعيلي وخلنا بطولة الكاس ممكن بعدها بأسبوعين بالزبط كان موجود معنا كبتخطيب ممكن في الثلاث أسابيع دول على طول حتى عملنا مع أسكر في السكندراكي كان برضو متواجد معنا وكان دايما بيحفزنا بشكل كبير جدا عايز أقولك إن أنا أنا كان عندي يعني سبرين أنكل جالي في الماتش تمام أنا بعد ثلاث أيام بالزبط يمكن هو قال لي بص إحنا خسرنا دوري مش محتاجين نخسر كاس تاني فلو قاعد يفكرني بأن هو في الماتش من الماتشات كان متعور ومكسور برضو بيحفزك عشان تتحمل على نفسك ومن أنت لعيب مهم في الفريق محتاجينك في الماتشات فالحقيقة قلت لك كبتان أنا من بكرة موجود في الملعب إن شاء الله هربت وهحاول أن أنا كن موجود والحمد لله الحياة التلات مرات من أولهم سجلت في الاتحاد وسجلت في البلدية وبرضو الحمد لله سجلت في الإسماعيل وخدنا البطولة دي من فضل الله عز وجل فهي دي هي دي اللي استفادت تستفدها من النجم الكبير إنك إزاي بتشوف وهو بيقود الفريق في وقت الأزمات في وقت المكسب ووقت البطولات الكل نجم ممكن تتصار أي حد في الدنيا ممكن يقوم ويتصرف بنجمية عادي مفيش مشكلة إنما الفكرة كلها أنك وقت الأزمة هتدير الموضوع إزاي طيب على مستوى المهاجم بقى يعني كابت الخطيبة الصلعيب عنده قدرات البلاي ميكر وعنده قدرات السترايكر عنده كل القدرات في كرة القدم في الجنب الهجومي بلا حدود وموهبة استثنائية جدا إيه الحاجات اللي كانت بتلفت نظر النجم أحمد بلال قبل ما يكون لاعب محترف ونجم من جون منتخب مصر على النادي الأهلي كمشجع كواحد من المشاهدين كواحد من الجمهور في طريقة إحراز كابت الخطيب لأهداف إيه اللي بيعجبك في أهدافك؟ بص أنا الحاجات اللي بتعجبني جدا 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 حياة في كابت الخطيب وبحبها في المهاجمين الكبار جدا الهدوء جدا داخل التمنتاشر والفكر إنك بتفكر بتشتغل بدماغك قبل ما بتشتغل بالخورة إطلاقا يعني بص لو عدنا الهدف لا مش اللي قبل ده هتلاقي في التمنتاشر بيوقف الكورة اللي قبل ده على طول بيوقف الكورة وبيحطها بالروح هنرجع هنرجع تاني نشوف الأهداف اللي قبل ده اللي قطعت مرة تاني إزاي تستغل دماغك وتفكر وإنت حتى في وسط الزحمة وفي وسط الربكة وفي وسط الحاجات الكتير أوي بص كابت خطيب بيوقف الكورة بص في السكسي أرضا طبيعي بص أي طبيعي أي لعيب في العالم كله هتيجي الكورة بشماله مرة واحدة عشان يحط في الجونة عشان اللعيبة بص كورة جاية بالشمال بص على طول يعني هب أخدها بشماله ونما يوقف ويقعد يحط على يمينه أعتقد دي يعني هذا الزكاة ها دي المهارة ها دي القدرات والإمكانيات بالزبط ها دي الإمكانات والقدرات الإمكانات الكبيرة اللي موجودة عند لعيب كبير إزاي أنا أنا عارف مكاني واقف فين شايفي الجول مفيش تسرع تمام فبالتالي بقدر أسجل الهدف وأنا مرتاح جدا يعني أنا عندي ثقة كبيرة جدا في إمكانياتي ثقة وقدراتي بيرة جدا في إمكانياتي دي حاجة يخد بالك يا محمد ما تبقاش موجود عند فراودة كتير انت لقطة زي كده هتلاقي عدل بيمين وشط بشمال زي ما تيجي بقى تيجي في الجول تيجي برا الجول تيجي في الجول يعني على حسب تيجي في الحارس أسرع طريقة لإنهاء الهجم بالضبط إنما أنك تفكر تقف على الكورة وتسندها وتحطها على يمينك وتبص على الجول وتشوفها فين وتحطها في الزوال الفاضية لأ دي عايزة قدرات كبيرة جدا الهدوء كمان الكنترول على الكورة طبعا بص كورة كمان دي بص كورة كمان دي يعني بص كورة وخد بالك من الزكاء كمان أنت عارف أنت فين وبتعمل إيه وبتشتغل إزاي يا أخو دي دي برضو مهنتي يعني أنا بلعب رأس حربة فعايز أقول لك إن الأهداف دي صعبة جدا 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 ممكن الناس تشوفوا إن الهدف ده سهل لكن الأهداف دي صعبة جدا جدا لأن فكر المهاجم رقم واحد بيفكر في ألف حاجة فكر في العيب اللي وراه فكر في سرعة الكورة يعني بص كورة دي بص كورة دي الاستلام باليمين خد لك بص يحط كورة إزاي الموضوع منتهي خد باقي الموضوع منتهي جدا كورة دي طبعا الهدف ده من الهدف اللي فيها الرعاعة جدا اللي فيها فكرة عالي قوي قوي فيها رؤية يعني جميلة جدا هدف من خط المرمى بص كورة وحيد الزاوية كمان اختيار الزاوية ودي كمان ما كانش حدا يفكر إنه هاي كورة كده طبعا الكل تستني كورة عرضية للي جاي دي طبعا خد بالك إنتا لما بتوصل لمعدل كبير جدا من الثقة بتقدر تعمل في كورة أي حاجة يعني بتقدر تعمل أي حاجة في كورة القدر يعني لما بتبع عندك ثقة عالية جدا والكورة بتطوعك على فكرة لما يبقى عندك ثقة وعندك مهارة وعندك كده وعندك فكرة تمام بتقدر تعمل في كورة أي حاجة بتقدر تحط الكورة من على خط المرمى زي ما انتا شايف كده بتقدر توقف الكورة وتحطها بسهولة بيوس يعني كورة حاجة زي كده بص كابتن في قلب الثمنتاشرة هو بيفكر بيشتغل هو بيشتغل بدماغه خد بالك أكتر منه أي حاجة تانية يعني الكرة زي كده أنا لو أنا اللي بلعب الكرة دي حطها عالية هو أنه عنده فكرة وعنده قدر إن الفنش بتاع الهجمن الكرة تروح زي ما أنت عايز الزبط طبعا 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 دي فيها موهبة فيها الكنترول على الكرة بنسبة قدية بص هتلاقي معظم أهداف كبتا قطيب خد بالك بتغلب عليها السقة والهدوء السقة العالية جدا والمهارة طبعا دي وضع طبيعي يعني دي مش محتاجة كلام يعني الهدف دي أغلبها في الجانب الفني أكتر من القوة أكتر من التسديد القوية في أهدف تسديد قوية لا خد بالك حتى التسديد القوية فيها جزء كبير جدا من المهارة حتى التسديد القوية بزبط لا كمان طريقة طريقة استقبال الكرة وطريقة تسديدها كمان يعني أنت برضو فيه واحد كرة جاهله وهي قدامه أي حاجة فبيشوت تمام إنما في واحد الكرة جايله مستريحة حلو قوي مسافة بعيدة خلاص هو بيركز إنه يحطها بمهارة عالية قوي يخط بالك مهارة الشوت برضو مهارة عالية جدا يحطها بمهارة عالية جدا عشان تروح في المكان المميز بالنسبة لي أنت جالك وقت كمان مع الخبرة والنطج في الملعب سواء مع المنتخب أو الأهلي كان بقى معروف لو بلال استلم بيقدر ياخد المدافع في ظهره ويلف صاحب الكرة ويخلص فاكر المباراة الخماسي لما كان فريق بلال فريق حسام حسن كابتر حسام بيزعب فريقه ولتلكه بلال ما يلفش لو لف بالمدافع يجبها جون وزعب فريقه جامل جدا لما جبت جون فاكر أه طبعا لأنه اليوم لأ بلال لف بالمدافع خلاص جون يعني دي كان برضو الثقة والخبرة اللي تيجي مع الوقت طبعا بص خد بالك هي قدرات الأول إمكانيات يعني وبعد كده الإمكانات دي لما بتطورها بتكتسب الثقة ولما بتكتسب الثقة خلاص كل حاجة بالنسبة لك بتبقى متاحة أنت كلعيب كوراء لأن الهدف بيعتمد خد بالك الهدف لما كانش عنده ثقة في إمكانياته ثقة في نفسه أعتقد الأمور هتبقى صعب عليه جدا طب خلينا ناخد من نجاح الكبير الكابتن محمود الخطيب واللحمة بنتكلم عنه على المستوى الأدبي والفني وقدراته الفنية ومشوار عطائه وخبرات كمان ونجومية الكابتن بلال للنقد اللي كنا زعلنا في الآمن اللي فاتت لأنه دلوقتي وقت الالتفاف حول المنتخب ودعمه ما فيش مجال للنقد وفيش مجال الاختلاف دلوقتي المطولة خلاص بعد الساعات أيام قليلة جدا بعض الناس كتبت وقالت هجومنا متوقع ليكون على مستوى المطلوب ولا لا كوكا مروان محصن وأحمد علي تقول إيه للجماهير في الفترة دي ندعم فريقنا إزاي ناطق في قدرات لعبينا إزاي وإيه نصائحك لمثلث هجوم منتخب مصر في المطولة شوف خلاص يمكن إحنا يعني انتقدنا الفترة فاتت كتير قوي بسبب الاختيارات يعني الحقيقة اختيارات غير مفهومة بالنسبة لك غير مفهومة بالنسبة لنا محمد لأن انت مش عارف الموديل الفني بيشتغل ازاي أنا ممكن يكون أنا الاختيار أنا ممكن اختار محمد وما اختارش أحمد بلال عشان طريقة اللعبة اللي أنا هلعب بها تتناسب مع محمد أكتر من أحمد بلال لكن انت للأسف احنا ما نعرفش انت بتلعب بأني طريقة فبالتالي كان النقد من الحتة دي أنا ليه مختارتش أيمن ليه اختارت محمد عشان خاطر احنا مش فاهمين مستر أجري بيفكر بأني طريقة وهيلعب بأني طريقة فكتور التفرق يا ده كان النقد ولكن خلاص انت اختارت قايمة فيها 23 عيب هما اللي يمثلوا منطقة بمصر المباراة الأولى خلاص يعني بعد أسبوع خلاص الجمعة الجاية تقريبا مفيش وقت انك تنقض خلاص طيب ايه اللي مطلوب في الايام القليلة اللي بتسبق البطولة اسمح لي بس نتوقف قليلا قبل ما نسمع إجابتك ونسمع رؤية وتحليل الكابتن شطا نجم نادي الأهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي اللي هي اختيار الكابتن محمود الخطيب وتكليفه سفيرا للكرة الأفريقية في نهايات كأس الأمم مصر 2019 كابتن شطا مساء الخير أهلا وسهلا يا فندم أهلا بحضرتك ومعنا في الستوديو كابتن أحمد بلال لايك خليك يا كابتن ربنا خليك كابتن شطا سعداء بمشاركة حضرتك معنا حابب تقول ايه عن وجود أربع نجوم من النجوم المصريين في اختيارات فرانس فوتبول لأفضل 30 لاعب في تاريخ الكرة الأفريقية وأيضا تكريم الكابتن محمود الخطيب وتقدير مهاراته وقدراته وعطاءه الكبير في عالم كرة القدم واختياره سفيرا للكرة الأفريقية في نهايات كأس الأمم 2019 طبعا يعني بطولة زي دية في مصر يختار الخطيب كسفير من السفراء الحياة اللي جايين جايين تحوالي سفراء أمباسدرز اختاروا من الاتحاد الأفريقي والخطيب طبعا يعني قبل كده كورن وقبل كده برضو في بعض البطولات وده طبعا يبرع أن في هذه البطولة يعني تكريم الخطيب ده تكريم يعني بيأتي من خلال أداء ومن خلال خبراته ومن خلال تسلسله في كرة القدم وتواجده من لاعب ناشئ للاعب إلى ملاي منتخب مصر إلى عضو مجلس إدارة إلى يعني إلى رئيس مجلس إدارة كل حاجات دي كلها طبعا بجري أنه معايير اختيار السفير تنطبق عليه تنطبق عليك عشرات المرات وبالتالي حقيقة كنا نتوقع من بدري إنه الاختيار ده يتم ولكن حقيقة يعني تتونه إنه عدف رغي يعني ينشر هذا الحياة الأسماء لأنه شيرت طبعا فيه ديفيد ركبة موجود معاه وفيه عبيدي بيلي وربح ماجر وربح ماجر وصامول إيتو وصامول إيتو لها بصمات كبيرة جدا كانوا حيشاركوا طبعا بصفتهم سفراء إنهم يروحوا بقى يزوروا الحياة بعض المناطق اللي فيها مثلا الـ SOS الـ SOS الحاجات اللي فيها الجمعيات الحياة اللي بتساند الحياة في بعض الأمور الخاصة بالعمليات الإنسانية عمليات الإغاثة ودعم أو إغاثة اللاجئين والقضايا الإنسانية طبعا موجودة أحياء أه دائماً لما نروح بأي بطولات لازم نزور هذه الأماكن عشان يعني السفراء هؤلاء الناس عارفهم وعادين بيضيفهم للمكان اللي راح انه برضو حضرتك مهم جداً إنك أنت تكرم هؤلاء النجوم الكبار وتخليهم دائماً موجودين في البطولات الكبيرة والخطيف طبعاً يعني زي موترك المعين ونشتنطبق عليه تنطبق إلى عشرات المرات يعني أكثر من نجومية على رئاسة نادي على نحية سنوات طويلة جداً من الخبرات الموجودة وده طبعاً كنا نتوقع من الأول يعني بس برضو دائماً الأحياء ترشحات بتيجي دائماً من الاتحادات وكون الاتحاد المصري الرشاهم دي حاجة برضو مهمة جداً إنه برضو اتحاد المصري يجب أن نقول إنه هو من الذين أضافوا للترشحات الموجودة ديات وأنا بهاني الخطيب بهذا الموضوع أتمنى أنه يتواجد يعني أتمنى من الخطيب أنه يتواجد مع السفراء أنه يكون له حضور جيد على المستوى الدولي الخاص بالحضور الأفريقي الرياضي والكروي في الفترة الجاية يا رب إن شاء الله إن شاء الله طبعاً شيء مهم جداً كابتن شطا وقت ما كنت حضاك موجود في الاتحاد الأفريقي كمدير فني الاتحاد هل كان بيأخذ رأي خبراء فنيين في الاتحاد في ترشحات الهيئات الدولية اللي طبعاً معتد برؤيها إلى أبعد مدى زي فرانس فوتبول والدوريات اللي كانت بتصدر لتكريم أفضل الأسماء أيضاً الكابتن الخطيب ضمن أسماء مرموقة جداً من نجوم الكرة في القرى السمراء وموجود ضمن أفضل 30 اسم وأساطير الكرة والأفضل على الإطلاق في تاريخ الكرة الأفريقية هل كان في مباحثات بيجرى عملية استفتاء لأراء الخبراء الفنيين داخل الاتحاد الأفريقي ولا لا؟ أخيراً الاتحاد الأفريقي أضاف للمعايير المحطوطة رأي هؤلاء الخبراء والأمباسي ترسدول أضاف حياء أضفناها ما كانتش موجودة زمان كل من نعتمد حياء على بعض الترشيحات من المدربين وترشيحات من النجمة الفنية للاتحاد الأفريقي ومن أعضاء المكتب التنفيذي لكن الآن أضيفنا إليها النجوم الكبار الموجودين في القرى يعني بعدد معين بنسبة معينة عشان برضهم رأي حياء ولهم السقة الكبيرة جداً في هذا الموضوع وأصبحت المعايير حياء تشمل هؤلاء النجوم الكبار ولهم أصوات يعني موجودة الحقيقة ما كانتش موجودة زمان مشكورة جداً مشاركة معنا في الحوار كابتن شطة نجم نادي الأهلي السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي وعشان بس ما اختلتش الأمر على البعض أنا وأنا بتناقش مع كابتن شطة والكابتن بلال كنت بتكلم عن الأسماء اللي هي موجودة ضمن أفضل 30 اسم كلاعبين اللاعبين الأفضل على إطلاق أفضل 30 لاعب تاريخ قارة السمراء عشان مخلطش بين اختيار السفراء وال30 اسم دول أنا مش قادر أحدد إذا كان الأمرين مرتبطين ببعض ولا لا يعني عشان كابتن شطة هنا كان بيثير موضوع مهم هو المهام الملقى والتكريم الأدب المصحوب بمسؤوليات في هيئات وتجمعات دولية على الأسماء اللي بيتم اختيارها كسفراء للرياضة أو كرة القدم ومنهم حالياً على المستوى الأفريقي الكابتن محمود الخطيم تعليقك كابتن بلال على اللي قاله كابتن شطة هو كابتن شطة طبعاً يعني قال حاجة مهمة جداً قال لن كابتن خطيم مسيرة كبيرة جداً من العطاء في كرة القدم يعني كلاعب كإداري مدير كرة بالنادي الأهلي مدير المنتخب المصري وليه يمكن حاجة ممكن ما يكونش ذاكرها كابتن شطة عضو مجلس دارة بالنادي الأهلي أمين صندوق بالنادي الأهلي نائب رئيس مجلس دارة بالنادي الأهلي وأخيراً رئيس النادي الأهلي يعني ده سنين كبيرة جدا من العطاء طبعا سنين كتيرة جدا من التاريخ سنين كتيرة جدا من الإنجازات والبطولات أكيد كون أنه هيكون موجود من ضمنس أو سفير للكرة للبطولة الإفريقية هنا في مصر أعتقد دي حاجة يعني تقدر بالكابتن الخطيبي أو حاجة يمكن طليق بي أو يستحق طبعا الكلام ده بكتير جدا لأن طبعا تتكلم في الاسم الكبير يعني واحد من أفضل اللعيبة اللي يقوم في إفريقيا واحد من الناس اللي حصلت على جهزة أفضل لعب في القرى الإفريقية يعني وهو كلعب محلي بيلعب في الدور المحلي ودي يعني لم تحدث يعني وعطاغت خلاص يعني لن تحدث فيما بعد يعني تمام فتبتكلم على سنواتنا الإنجاز والعطاء كبير جدا فأكيد يستحق كابتن الخطيبي يعني هذا التكريم طيب عايزين نرجع لكلامك عن المنتخب الوطني وأنه مش وقت الاختلاف وإن كان عندك بعض التحفظات في الفترة اللي فاتت قلت أنا مع الأراء اللي كانت مختلفة مع جاري والجهاز الفني في اختياراته أو مش مفهومة نوعا ما بالنسبة لكم لكن ننظر إزاي للفترة اللي جاية قبل المصر قص الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا للمنتخب المصر خلاص أنت بتتكلم فترة أعداد فترة استعداد للمنتخب من خلال مباراة الودية أو دلوقتي واحد صفر أحرز نجم منتخب مصر والنادي الأهلي مروان محصن الهدف الأول لمنتخبنا في المباراة الودية اللي بدأت منذ قليل يعني إن شاء الله تكون مباراة جاية بالنسبة للمنتخب تمحوا أثار المباراة اللي فاتت مباراة تنزانيا عايز أقول لك محمد الناس بس محتاجة في الشارع أن يتحس أن المنتخب مصر له شخصية له شخصية طريقة واضحة معروفة يمكن العناصر ممكن نتفق أو نختلف عليها ولكن في الأول في الآخر العناصر 70% أو 80% من العناصر كلنا عارفين من هيمثل المنتخب بشكل أساسي ولكن محتاجين نشوف شخصية المنتخب مصر حتى في المباراة الودية الناس محتاجة كده فبالتالي إحنا مش عايزين نتفاجئ داخل البطولة بشخصية مختلفة تماما أو بإمكانات مختلفة للإمكانات اللي احنا نتوقعها المنتخب مصر هو الوصيف للبطولة الماضية أو بتجارب في صفوف الفريق خلال البطولة عايز المدير الفني والجهاز الفني يستقروا على كل شيء قبل ما البطولة تبقى كل حاجة تبقى مستقرة أنت مش هتجرب في البطولة أنت عندك الكنوة وفرقة برضو ليست بالفريق الضعيف زنبابوي مباراة بالتتاع غينية برضو ليست بالفريق الضعيف زنبابوي يمكن هو الفريق الأقل شوية ولكن أنت الكرة الأفريقية الخريطة بتتقلب من وقت للتاني أنت اللي إحنا ليه بنقول منتخب مصر هو المفترض أنه يكون على قيمة هذه البطولة أو يحصد كاسب بطولة لأنه خد بالك أنت لو وصيف الموسم البطولة اللي فاتت توصيف كان البطولة اللي فاتت اتغلبت من الكاميرون 2-1 وكنت أنت المتقدم على الكاميرون وكان ممكن كنت قابق أو سينة وقدنا أنك تحصد على البطول فبالتالي الطموح اللي جاي والرغبة اللي جاية بالنسبة لجمهورك على ملعبك بعد تغيير المدير الفني الفوز بالبطولة الفوز بالبطولة أنت النهاردة لما تصل النهائي طبيعي جدا لما البطولة بالنهائية على ملعبك أو البطولة تقام على ملعبك فبالتالي أنت المفترض أنك تكون الأقدر والأحق بالحصول على هذا القبيع هو ده اللي احنا نتكلم عنه كان يقول بتوقع فنيا وعوامل الجماهير والإعلام والأرض والخبرات الخاصة بمنتخب مصر وقدراته مع أداء المنتخب المغربي اللي تصاعد جدا في الأعوامل الأخيرة وجدده الفريق ومدارة فنية أو مدير فني الكل بيشهد له بالكفاءة هيرفي رينار بيتعقى عن النهائية وبيقول أتمنى هذا النهائي للبطولة بين مصر والمور بص النهائي أعتقد أو خلينا نتكلم عن قبل النهائي يعني قبل النهائي أنا أعتقد ممكن يكون مصر المغرب السنغال يعني أشوفها تونس أو الجزائر يعني واحدة من الاتنين إن لم يكن فيه تصادم في الأدوار في دولر الثمانية ما بين الفرق وبعضها يعني لأنا مش معي الجدول هيكون فيه فريتين أو ثلاثة عربيين في قبل النهائية أنا أتوقع يعني لأن الفرق العربية أصبحت مستعدة بشكل كبير جدا زي ما أنت قلت محمد المغرب فرقة من الفرق الجددت عملت فريق تاني مختلف تماما عندهم إمكانات كبيرة جدا فريق عندها ثقة كبيرة جدا في نفسها اللعيبة عنده مدير فني عنده إمكانات وخبرات في الكرية الإفريقية بشكل كبير ده المغرب أنت النهاردة كمصر البطولة على ملعبك تمتلك ثقة جيدة نفس اللعيبة اللي كانوا موجودين معاك في كاس العالم الأعمار السنية أعمار سنية متوسطة تكلم برضو من حوالي 24 لحوالي 30 سنة فتكلم في منتخب يعني عنده إمكانيات بدنية جيدة وعنده إمكانيات أيضا فنية جيدة عندك لعب من أفضل 3-4 لعيبة في العالم دلوقتي في الموجود محمد صلاح تريزيجية من أفضل اللعيبة برضو موجودة في مكانه يمكن نواخد أفضل لعيب في مكانه وعتقد الأبرز نجمين هيشاكوا في البطولة على الإطلاق بحكم هذا الموسم أنهم اختتموه بالفوزبول شامبيونز ليل صلاح مع منتخب مصر وماني وسادي وماني طبعا والسنغالي السنغالي الفرق كبيرة جدا من الفرق التقيلة قوي ويمكن إحنا هنتفرج على منتخب ممكن نفاجئ به في البطولة دي فريق المنتخب السنغالي إمكانيات كبيرة جدا سرعة قوة مهارة اليقاء بدنية عالية جدا فريق احترم هم طلعوا عمرهم كده بس تتطوروا قوي البطولة اللي فاتت قوي تتطوروا بشكل كبير جدا كرةهم أصبحت كمان كرة جمالية يعني مش بس مش كرة الأفريقية المعتدين عليها القوة والسرعة والضرب لا المهارات الفردية عالية بشكل كبير جدا جدا وسادي واني واحد برضو من اللعيب اللي هي نفس مع صراحة على أفضل لعيب في القارة الأفريقية ممكن الموسم الحالي فعايز أقولك أنا بتوقع ثلاث فرق عربية مع السنغال يعني لو قلنا مصر المغرب الجزائر تونس السنغال هل احنا بنقول كده أقوى ستة أسماء في البطولة ولا في أسماء تانية ممكن تدخل في حسابات في ناجيريا في ناجيريا لسه أقولك في ناجيريا ناجيريا برضو من الفرق تأتيلة جدا كرة سريعة جدا فرقة منظمة بشكل كبير جدا صعوده من الكاسة العام كانت صعود برضو جيد يعني فرقة برضو محترمة من الفرق الجيدة اللي بتأدي كرة كويسة جدا على المستوى الإفريقي يعني الكرة تطورت في فرقية بشكل كبير نتمنى نحن نواكب هذا التطور في أي فرق تانية تعتقد من متابعتك لخريطة الكرة في أفريقيا في فترة لفترة ممكن يزاحم الأسماء اللي عشرنا إليها دي ولا صعب في البطولة في البطولة دي ما أعتقدش نايبة في أسماء كبيرة تانية يعني ممكن تزاحم هذه الأسماء يعني إن لم يحدث يعني لو كان في حصان أسود للبطولة من بدايتها يعني يعني الكاميرون مثلا فرق هي حق الكاميرون أصلا اسم له تاريخ هل البطولة دي هل تغيرت الأسماء يمكن أنا سمعت إن في تجديد في منتخب الكاميرون بس اسمه مؤشراته مش زي السنغال يعني برضو كمان المباراة اللي ودية مش مؤسرة بشكل كبير ولكن برضو خد بالك الكاميرون في الكاني اللي فاتت يعني محدش كانت أتوقع أن هي تصل النهائي محدش كانت أتوقع أن هي تأخذ البطولة من مصر كمان فخب ففي فرق لتلاقيهم فجأة بالزبط من شوية قلت إحنا كنا في النهائي بمتوقع أن أخذ البطولة جاية لها على أرضنا إن شاء الله وبالتالي بحكم فوز الكاميرون بالبطولة الأخيرة متأقع أنها تنافس في البطولة المنطق بيقول كده المنطق والأعلى بيقول كده لكن خد بالك الكرة في أفريقيا مختلفة أنت ممكن تلاقي فرقة موسيمين تلاتة مكسرة الدنيا بعد كما تلاقيش خالص وده اللي بيحصل خد بالك مع كل الفرقة الأفريقية كاميرون نجيريا السنغال النهاردة فين كود إفوار مش موجودة في المنافسات فرقة عندها إمكانيات أهو بس مش موجودة مش موجودة على الساحة في الوقت الحال منتخب الإفواري كتير عن جيد رجبة جدا ويا يا توريه المجموعة بالضبط بشكل كبير يعني 2006 و2008 يعني مش موجود غانا 2010 وغانا فريقا كبير جدا غانا النهاردة مش موجودة حتى كمان مش من المصنفين إنهم مثلا غانا لسه بتعيش مرحلة تجديد الفريق دلوقتي بعدما كان من تواصل أعماره كبر وفي نجوم خلاص لابد من عملية إحلال وتجديد خاصة بي أكيد تمام فالنهاردة انت غانا مش موجودة على الساحة النهاردة فبالتالي فيه فرق المستوى تراجع وهي فرق المستوى تقدم يعني أنا برشح النهاردة مثلا زي ما احنا تكلم برشح المغرب ومصر في النهائي وممكن يكون نهائي قوي بشكل كبير جدا لو ما كانتش لو ما تقابلوش بالضبط التصفيات ما وصلتهمش مع بعض أو يعني مشوار البطولة ما وصلهمش المواجهة قبل الفرق بالضبط 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 هل ده من وجهة نظرك ممكن يبقى على فاينال فنيا للبطولة؟ شايف كده شايف ان مصر بالجمهور والأرض وامكانات اللعيبة طبعا والمغرب بكل القدرات والامكانات اللي موجودة كالعيبة اعتقد ده ممكن يكون فاينال يمكن من أفضل ومن الفريقين لو اخترت فريقين بس بخلاف مصر والمغرب يكونوا هم الأقرب للمنافسة معهم على اللقب يعني بإجمالي أربع منتخبات ممكن أشوف السنغال وتونس أو الجزائر السنغال وتونس أو الجزائر بالنسبة لك فرصهم زي بقى فرصهم زي بقى لكن السنغال الطرف الثالث السنغال اعتقد أقرب واحد لمصر والمغرب طيب نتمنى ان احنا ان شاء الله البطولة تخرج بشكل لائق تنظيميا وإداريا وفنيا وان المستوى طبعا البطولة بشكل عام يبقى بيسعد جماهيرنا والحضور الجماهير يبقى على المستوى المطلوب وأكثر ان شاء الله وكمان أداء منتخبنا الوطني هيدي جمال للبطولة لو كان حسب التوقعات وكان على قدر تطلعات الجمهور اللي طبعا بيتمنى شكل أكثر من رائع فنيا وينعكس على النتائج لمنتخبنا الوطني في مشواره في البطولة خلينا نتكلم شوية عن أيضا الفترة اللي جاية الدوري ما بين استكماله بعد كاس الأمم والمشكلات اللي حصلت في الفترة الأخيرة ومواقف النادي الأهلي اللي أعلن عنه واحتياج النادي الأهلي إلى رؤية واضحة عشان مواعيد القيد والاختيارات الخاصة بالاتحاد الأفريقية والبطولات الأفريقية وكمان عشان سيناريو الاستعدادات مستفقات الجديدة ودعم الفريق واستعداده ومعسكره للموسم الجديد شايف ازاي كل التفاصيل شايف ان اتحاد كرة القدم المصري يمكن وضع نفسه في أزمة كبيرة جدا مع الأنديل الفترة اللي فاتت ما ينفعش يبقى أنا النهاردة عندي دوري يعني لازم أكون حطة البدائل دائما يعني النهاردة عندي الأهلي بلعب في بطولة تفراقي وعندي الزمالك بلعب في بطولة تفراقي ما فيش حاجة استمعي أنا مش هتوقع أن الزمالك يصل أو الأهلي ما يصلش فبالتالي أنا عندي هتبقى عندي مؤجلات هتتلعب لأنه هو التوقعات أن الزمالك ما كانتش يوصل للدور النهائي خلينا نكلم كلام واضح يعني توقعات الاتحاد المصري إن الزمالك كانتش يوصل للدور النهائي كان في فترة من فترات البطولة متعثر جدا بالضبط في دور المجموعات كان متعثر جدا وخلاص والأمل كانت بسيطة جدا وضعيفة لوصول الزمالك للنهائي فبالتالي هم حاكموا أن البطولة هتنتهي قبل البطولة الإفريقية لأن الزمالك لن يصل للدور النهائي فبالتالي لن يؤجل الزمالك أي مباراة ده سوق تخطيط ده في حد الزاته سوق تخطيط لأنه خلاص ما ينفعش أنا النهاردة كالتحاد كورة ما يبقاش عن بلان بي يعني بلان بي لازم تبقى موضي أحطها نهاردة الزمالك هيصل هيستفح حالة وصوله يبقى واحد اثنين تلاتة اربعة لأ وحسب كلامك ده استمر الآخر يوم مع مشوار الزمالك في الكونفدرالية كان للاتحاد بيستنى كل مرحلة بيتغطى فريق الزمالك عشان على أساس هيشوف هيقدر يعمل تعديل شكله بالنسبة للجدول الدوري وكانت التصريحات الرسمية المسؤولين في الاتحاد أفلاج المسابقة في حالة استمرار الزمالك في البطولة كذا في حالة وصوله للفاينل كذا عدم استمراره كذا يعني كان بالقطع ترتيب الاتحاد المصري للبطولة طب هل يجوز أن أنت مثلا بتحط الجدول بتاعك بناء على احتماليات يعني اه احتماليات موجودة وكل حاجة ولكن يبقى الجدول موضوع يعني الزمالك يصل يبقى هيلعب مبارايته في تلاتة ستة اربعة ستة ستة ده المفروض يبقى جدول محطوط ومبعوط لكل القدية الزمالك ما صعدش يبقى خلاص يبقى المبارايته يبقى واحد اتنين هو هنا الزمالك مشترف الزمالك مشترف خلاص تعالى يعني انه مبروك ينكمل وتغلب على المشكلات المنية لو أجده في البطولة فاس بالبطولة رصيد جديد للبطولات المصرية مبروك لنالك زمالك طبعا رصيد أو اسم علاقب يضاف للكرة المصرية فهو هنا مشترف في المشكلة المشكلة هنا عند الاتحاد في ترتيباته بالزبط المنسق الاتحاد كرة القدم المصري فبالتالي أنا يعني أنا سبت الأهل يلعب كل ماتشاته تمام في فرقة خلاصة الدوري بقى لها ماتش وانت عندك الزمالك ليس له ست ماتشات انت طبيعي جدا في آخر تلات ماتشات ان كل المغرب تتلاعب في نفس التوئيد عشان الفير بلاي عشان ما يبقاش في فرصة عند حد التلاعب في النزايج ده هينزل تب هسيب له نقطة خد بالك العالم كله سواء القمة أو القاع القمة أو القاع أنا بتكلم في الأموم يعني انت النهار ده الفير بلاي ده لللي بينافس على البطول أو حتى لللي بينزل ده وضع طبيعي انك آخر ثلاث مباراة في كل العالم حتى تونس لعبة المباراة في رمضان عشان حتة الفير بلاي ان الناس لازم يبقى فيه كده يبقى اللعب النظيف بس هو قيل المعلومات اللي موجودة عندنا ويعني صح حلنا لو كنت متأكد نعندك معلومة بديلة انه في بعض الدوريات مكملة بعد كاس الأمم ده تتفق عليه في بعض الدوريات العربية وزملائنا في الاعداد يأكدوا لنا معلومة دي ان ده كان خبر موجود معنا انه تتفق على استكمال الدوري بمباراتين عند مين احنا كان عندنا خبر قبل كده بيقول ان الدوري التونسي ولا اتذكر الدوري ايه المغربي كمان ولا المغرب المغرب انهى خلاص خلاص البطولة فعلا لسه لم ينتهي الدوري التونسي لسه جملائنا في كنترول بيولوك طيب ما انتهيش يعني هل استقروا على ان دوري قبل الكاس الأمم ولا لا ده اللي عايزين فريق العمل يؤكدهن حتى حتى لو لما انتهي انا بتكلم على الفير بلاي حتى لو ما انتهيش ما انت ممكن الدور مصر ما انتهيش برضو وقور ريدي خلاص مش انتهي انا اش بكلم في كده اه انهم مكملين في تونسي من غير الدوليين خلاص بيكملوا طورة من غير الدوليين خلاص وده كان سيناريو ممكن طيب يبقى انت النهاردة عندك برضو بتتكلم في حتة ان انت ايه يعني بتتكلم برضو على الحتة انا بكلمك على اللاب النظيف على حتة الفير بلاي الفير بلاي فرص كل الفرقة فرص كل الفرقة بالزبط ما يبقاش انا عندي ماتش وانت عندك خمسة يعني دي مش موجود ما بتبقاش موجودة خالص يعني انا احنا بنتكلم في ان اخر ثلاث ماتشات حتى لو بعد البطولة يعني مش هنفترض هنستكمل وقرار استكمال الدوري فيما بعد البطولة يبقى ايزا ترحل كل الاخر ترحل التلات ماتشات الاخيرة لكل الفرق لما بعد بطولة افرق وبالتالي تتساوى تتساوى فرص كل الفرق النما النهاردة في فرق خلاصت بعد بطولة افرق يتمهون لعيبة هتمشي في لعيبة هتمشي ومداربين هيمشي ده في ناس حاليا في فرق قالت لاتحاد الكرة في خطابات قمنا باستعرضها في حلقات سابقة يا جماعة احنا عندنا لعيبة اعراض بتنتهي تمانت عندك رمضان صبح هيمشي سوري اسف يعني خلاص عارته خلصت انت مش هتستفيد به في لقاء الخمى اللي جاي يبقى انت اخسرت واحد من الاناصر او الركائز الاساسية بالنسبة لك كندي اهلي صح وده اكتر من جواب رحل اتحاد الكرة من عدد من الفرق بالمعنى انت في مداربين ممكن يمشوا فبالتالي انت المنافس لما يجي يلعب بعد بطولة افريقيا يلعب مع فرق هي سوى اذا كد ضمنت البقاء في الدوري او نزلت او خلاص نزلت او هبطت فبالتالي هو مش هيلعب ما عندوش حاجة يلعب عليها ممكن يلعب بناشئين طبيعي جدا يلعب بناشئين ليه هو هيعتبر ان الفترة اللي جاي فيما بعد افريقيا هي فترة استعداد للموسم الجديد فبالتالي لن يجازف بكل اللعيب اللي موجودة عنده وكمان فكرة موعيد تم اعلانها بتتعارض مع استكمال الدوري المصري بعض البطولة لما التحاد الافريقي قال خلاص في مواعيد وجدول معلن لقيد اللاعبين افريقيا نحدد مين بطل الدوري عشان البطولة اللي هيشارك فيها او اتأجلت ماشي اتحد افريقيا اجل هيشارك في بطل الدوري والكونفيدرالي انا كنادي انا بادفع فلوس ليه عشان استفيد بيها عشان اللعيبة عشان البطولات عشان البراند عشان الفاليو بتاع النادي مزبوط عشان البطولات في الاول في الاخر انا النهاردة لما تدخني في حتة تانية مختلفة انا النهاردة مثلا نفترض الاهلي عايز يمشي مستر لسارتي هيمشي امتى قبل بداية يعني بعد نهاية البطولة الدوري ولا قبل نهاية بداية بطولة افريقيا ولا عند انتهاء ولا في الوقت الحالي يعني انت عايز تمشي مدير الفني وديه بواحد جديد هتمشي امتى هيحكم على اللعيبة دي امتى معسكر اعداد عايز تجاهز فريقين المسلم الجديد امتى حينتهي المسلم الجديد دي النقطة التانية هجيب مين المسم الجديد همشي مين المسم الحالي اللعيبة اللي همشيها همشيها قبل ملعب اهم مورتين عندي في المسم ولا بعد ملعب اهم مورتين عندي في المسم طب لو هتستبقى على اللعيبة دي لبعد المورتين اللي جيد سوزا كان مورات المولين والزمالك طب اللعيبة هيمشي يروح فيه ازا كانت ممكن تكون فرقة كتيرة جدا خلاص استعدت وقفلت بلنسبة لك هل لسه متاح من وجهة نظرك خلاص الوقت عدى لان احنا داخلين على كسب امام متاهر فاصبح امر واقعا خلاص انت بالنسبة لك امر واقع انت البطولة بعد اسبوع هتقدر تعمل زي تونس تلعب بدون الدولي وهل الانديها هتوافق انك تلعب بدون الدولي على فكرة ده كان مقترح من النادي الاهلي في المرحلة الاخيرة من الاختراحات اللي وجهة لاتحاد الكرة استكمال البطولة بالنسبة لأهلي وزمالك من غير الدولي الانا والمنافس على اللقب او احنا الفرقين الاقرب للمنافسة لأهلي وزمالك عندنا نفس العدد من اللاعبين الدوليين ومش هنستفيد بهم سواء اربعة واربعة اربعة لعيبة واربعة ونقدر نكمل من غير وده كان حل منطقي جدا طب يرد الاتحاد رفض المقترح ده في المرحلة ليه؟ لا اسأله مش عندي سبب ليه هو عندنا الخبر انه رفض المقترح ده بس يعني الموضوع صعب يعني احنا محتاجين نغير من طريق ترتيبنا لأمور في الفرقين شوف الدوريات الفرق في انجلترا بترقب كان بطولة الدوري وكسل التحاد الانجليزي كسل ربطة وبطولة شامبونزيج وكل إذا خلص والمباراة الودية اللي أصبحت مباراة رسمية مع المنتخبات في الوقت الحالي إذن الدوري انجليزي ما بيريحوش خالص فما فيش حاجة اسمها بقى لعيبة مجهدة ولعيبة تعبانة ومش هنضم مش هنقفل يعني شوف طول الموسم بنسبة لفريقين وصلوا الفاينال شامبونز ليج بعد مشوارهم في البريمير ليج زي ليفر بول وتوتنهام شوف حجمه طول الموسم ده كان بالنسبة لهم قد إيه كم مباراة واستمرت لكم شهر ومع ذلك انتهى الموسم ده كله أطول الموسم على الإطلاق لأي فريق في العالم لكن الدوري مصر بسانتار والدوري عادي بنتهي في معاده وما فيش مشكلة وما فيش أي اعتراضات ما فيش أي حاج عدد مباراة كبير جدا كان فريق في الدوري الانجليزي وعدد المباراة اتنين كاس ودوري وابطولة او فرقه اللي بتلعب في اليوروبا ليج أو فرقة بتلعب في الشامبونز ليج حجم المنافسات كان بطولة وبطولة أوروبا دلوقتي اللي ما أصبحتش بطولة وديها بالنسبة للفرق الأوروبية المنتخبات أصبحت بطولة رسمية تقريبا يعني فالنهاردة عندك كم من المباراة غير طبعية النهاردة السيتي والفرق الطوب سيكس هناك في الدولة الإنجليزية ما بيرايحوش تقريبا يعني سابته بتلعب سابته ثلاثة أو حده واربع أو حده خميس على طول بتلعب في الأسبوع ما تشين ونتمنى يعني قراءة كتيرة بتقول بس نتمنى أن التجربة تبقى نستفيد منها أن الأخطاء اللي حصلت في الموسم ده نقدر أولا نشوف إزاي هتتحلل أزمة دي الكل طبعا تركيزه كلنا هنالتف حول كأس الأمم وتركيزنا هيبقى دعمنا وانتخذنا الوطني إن شاء الله ويتقلق خلال هذه البطولة وينافس على لقب البطولة ويصل الفوز بيها إن شاء الله من خلال المباراة النهائية لكن تبقى فكرة إزاي سينهى هذا الموسم بالشكل اللي ينطبق مع معايير ولوائح وضوابط الاتحاد الأفريقي ويدي فرص عادلة للأندية للاستعداد كما ينبغي إن شاء الله نتمنى وده ما يتكررش طبعا في الموسم اللي جاي نستفيد بقى من أخطاءنا بإذن الله كابتن بلاي على مستوى النادي الأهلي استعداداته شايف إزاي استعدادات الفريق كابتن سيد عبد الحفيز كابتن أمير توفيق بيستعده للسفر يوم الثلاث لأسبانيا رؤية مبداية للمعسكر فنادي الإقامة ملاعب التدريب أهمية أهمية ده منه بيتنظرك المعسكر الخارجي مصر المعسكر الخارجي ده في كتير من الأوقات بيبقى مفيد جدا بالنسبة للعيبة إنه بيخراجك من جو التوتر اللي انت بتعيش فينا في مصر الاسبوت الإعلامي مين رايح مين جاي مين هيقعد المدير الفني اللعيبة الحمل التدريبي يعني انت عارف دايما فيه وقت من الأوقات خاصة بعد الراحة تبقى محتاج أنك تخرج برا تبقى كل تركيزك منصب في التدريبات فقط لخير انت جوه مصر هنا مع كمان خد بالك مع أجواء الحر ما بتقدرش تدي جرع التدريب كفاية يعني هنا برضو انت برضو الجو هنا في شهر السبعة أو في شهر الثماني الجو بحر شوية صعب جدا فانت بتخرج برا عشان برضو الأجواء تبقى بالنسبة لك أفضل في أوروبا طبعا الجو يعني في هذا التوقيت أعلب كتير جدا من هنا من مصر فبالتالي معدل أو الجرعة التدريبية بالنسبة لك هتبقى قافية بكتير جد ممكن تتمرأ مرتين في اليوم ممكن ثلاث مرات في اليوم فبالتالي هتعمل فترة أعداد جيدة جدا ودي اللي افتقدها النادي الأهلي بقى لي ممكن حولي ثلاث أو أربع سنين يعني احنا بقى لنا تقريبا ثلاث أو أربع سنين مفتقدين حتة أن انت بتخرج برا بتعمل معسكر بتهايق اللعيبة بتخرج اللعيبة برا الأجواء الشحنات الكبيرة التوتر الشديد إيه ذكراتك عن المعسكرات الخارجية اللي شاركت فيها مع الفريق الأول في نادي أهلي معنويا ونفسيا وبدنيا كنت بترجع أحسن مما سفرته في إيه كل حاجة تغيير الجو مهم جدا الجرعة التدريبية اللي بتاخدها مهمة جدا 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 المباراة الوديها اللي بتلعبها هناك اللي بتديك الثقة مباراة دايما بتبقى مباراة تدريجية مع الفرقة بتاعة أوروبا جو المعسكر نفسه أنك أنت قافل بتعمل معسكر فقط لغير كل تركيزك هو كرة القدم أنك تأكل وتشرب وتنام وتتمرم بس ما بتلاقهوش غير في المعسكرات الخارجية صعبة جدا تلاقيه في معسكر داخلين حتى لو عملت معسكر داخلين في مصر في أي مكان بتبقى برضو الأمور صعبة الاسبوت برضو ببقى عليك شديد ومتابع الأخبار بالزبط على طول بشكل كبير بشكل كبير خد بالك فكرة أنك تخرج أصلا بتخرجك ذهنيا من الأجواء اللي موجودة في مصر موجودك في مجتمع مش متابعك قوي يعني أنت إلا ما بتمش هناك في الوتيل إلا ما بتمش في الوتيل لك ما فيش حد يعرفك تمام مش زي بقى هنا بالزبط فبالتالي أنت أصلا وإنت قاعد هنا في الفندق قاعد في الملعب فكل الناس عرفاك فكل الناس بتسأل فكل الناس بتتكلم فكل الناس بتشحنك الحاجات دي مش موجودة برا فبالتالي أنت بترجع أهدب كتير جدا الفضول الإعلامي والجماهيري خلاص بيبقى مش موجود بيقال مش موجود مش موجود بالزبط طيب على مستوى اللوجستكس بقى الإمكانات الفنية قاعات اليقى البدنية صلاة الجام ملاعب التدريب التأهيل البدني للفريق عملية الاستشفاء وتخفيف الأحمال ورفع الأحمال مرة تانية أو الشكل اللي هو بيحصل فيما يتعلق باللود البدني بين موسمين ده بيبقى أفضل في إيه في أوروبا خد بالك بص الجو هناك طبيعته بتخليك تقدر تعمل جرعة تدريبية زيادة تمام لكن قوة التحمل بتاعتك بتبقى أعلى أعلى بكتير ما عندك مشكلة الحرب فبالتالي العرق الكتير الموجود الزيادة الأملاح اللي بتخرج منك الحاجات دي كلها مش موجودة فبتقدر تعمل جرعة تدريبية عالية جدا ممكن التدريب يستمر لمدة ساعتين على فترتين هناك كمان خد بالك حتة الأماكن المجهزة للإستشفاء السريع يعني أفضل بكتير جدا من حاجات موجودة أنت دايما نتطور في أوروبا مع شما ما نتحكش عن نفسها وقلوني هنا برضو آه فيه هنا حاجات لكن مش زي برضو هناك أن هناك مثلا ممكن يجي له سبينانك ينزل بعدها بيوين ثلاثة الملعب أن هنا لازل تقعد لك ثلاث أسابيع عشان مريح كده وهادي وكده وخفيف يعني فهناك حتة الاستشفاء دي برضو مهمة جدا خد بالك يعني أنا قلمة يعني عاشت معسكرات مع النادي لأه الكتير الحمد لله قلمة لما شفت واحد بيتعاور في معسكر قلمة يعني قول ما شاء الله بس عشان ما حدش تعاور في المعسكر قلمة شاء الله يعني دايما بتقول الظروف إن شاء الله بتقول الظروف إنه أفضل هناك أفضل علميا وأكاديميا طبعا نحية جهزية ملعب التدريب حجم المتشات كمان يا محمد حجم المتشات الودية وتدريجها مش هتلاقيه هنا في الوقت الحال إنت كل الفرق هنا في مصر خل بالك يا إما سبقاك يا إما متأخر عنك فبالتالي مش تقدر تعمل متشات ودية تحضرية تقدر من خلالك تؤهل نفسك للموسم الجديد هناك الناس بتشتغل من بدري الناس هناك تلاقيهم شغالين لأن الدور هناك بتريد أقوذك عن أفضل معسكرات إنت عملت معسكرات كتير مع الفريق خارج مصر أكتر من موسم ومع عدد من المدربين أو خبرات أجنبية مختلفة ما بين ألمانيا والبرتغال يعني عدد من المدربين أحسن فترة في معسكر تدري يعني أفضل معسكر أنا عشت مع نادل إلي كان حياة في ألمانيا مع مستر ريتسوبل وده كان معسكر حقيقة عادنا فيه ممكن ثلاث أسابيع كان مدة كبيرة جدا أنا كنت راح الحقيقة زيادة خمسة كيلو طالع زيادة خمسة كيلو كنت مريح شويتين رجعت آه لأ أنا كان عندنا أجازة فرجعت رجعت بعد المعسكر على ده كان أول معسكر له مع الفريق الأول كمان يعني يعني ده لا ينسى على الإطلاق لا وزيادة في وزنك خمسة كيلو من المدرب ألمانيا الموضوع حيتعرف ما كانش لسه راح هناك كانش جانتنا لسه ما كانش لسه ما كانش مستر ريتسوبل كان سفر كابتن أحمد ماهر وكابتن ماهر همام كان هما المسكيني هناك وجالنا كابتن سفر الباطل اللي أرحمه وجالنا مستر ريتسوبل على المعسكر هناك في ألمانيا الحقيقة كمعسكر موزج بكل حاجة تدريب الأكل أنا رجعت خاسس بقى عن وزنة طبيعي أربعة كيلو حاسس بفتنة رهيبة أربعة كيلو عن وزنة طبيعي يعني أنت متخيل يعني راح زيادة يعني انزلت من بداية المعسكر نهايته تسعة كيلو يعني كنت في أحسن حالاتك الفنية يعني حاجة غير طبعية دي أقوى مدنيا عالية جدا ماتشات كنا عايزة أقولك على حاجة عشان برضو الجو وعاول الجو كنا بنلعب مبارتين في اليوم مباراة الساعة ثلاثة مباراة الساعة ثمانية تماما ده كان فكرته إيه إنه نوع من المدود البدني على طريق الضبط الضبط نوع من التحمل يعني فهم أعصد أنك بتلعب طبعا متلعبش المدودين كلهم يعني بس بتلعب مثلا ممكن تلعب شو فترات من المبارتين في اليوم بعض العصر لأنه عبرده من أنواع الحمل البدني بتشتغل بدني كتير جدا شغل سرعات كتيرة جدا كنا دايما كل تلات أربع أيام مثلا تخش نعمل استشفاء والتلج والحاجات أنا فاكر إنه كان بيتكتب أيامها دايما في الأهرام الرياضي وأخبار الرياضة إن معسكرات ألمانيا بيبقى في إيشهادة كبيرة جدا جدا والردود أفعال والمراسل اللي بيطلع زملاء المصحفين كانوا بيعملوا حوارات معاكم خلال وجودكم في المعسكر دا ولو مش بنسبة كبيرة زي وجودكم في مصر لكن كانوا بيبقى تبقى ردود أفعالكم إنكم مبسطين جدا بالمعسكر خد بالك جدا وإنت كمان المعسكرات اللي بره بتبقى معزولة شوية عن البلد يعني بتبقى في مكان هو مخصص فقط للمعسكرات فبالتالي إنت كل الفكر اللي موجود عندك إنك راح تتمرن وتعمل فترة أدات جيدة أنا فاكرت مرة في المانيا كنتوا في ملعب تدريب وفندق إقامة في منطقة كلها غبات بالضبط بالضبط فيه سنة من السنوات كنا في المانيا في ملعب يعني أنت في الفندق بس كده وحواليك وحواليك مفيش حاجة خالص خالص يعني كنا في أنا عايزة أقول الملعب كنا جنب ستاة شالكة يعني أنا فاكر إن إحنا عملنا معسكر جنب ستاة شالكة أنا مش فاكر ستاة شالكة أنا فاكر كان في حاجة في دوسلدورف ألمانيا ما هي هو هناك عريبة بالضبط عريبة من الحتة دي الفندق الواحد موجود حواليك أربع خمس ملاعب استاد شالكة موجود أنت عرب حاجة بالنسبة لك المدينة تلت ساعة عشان تروح فبالتالي أنت قاعد كل تركيزك فقط إنك تتدرب كل تركيزك إنك تعمل تمرينات كل تركيزك إن أنت مركز على أنك تحقق أو تعمل معسكر استعداد جيد لموسم طويل أهم حاجة بالنسبة لعيب الكورة هو المعسكر الأعداد المعسكر اللي بيعملوا ما قبل بداية الموسم ده أهم حاجة بالنسبة لعيب الكورة الحمل البدني لازم يستفيد منه بشكل كبير جدا اللي بيفوته المعسكر الأعداد أعتقد ده بيقابل مشاكل كتيرة جدا أو كبيرة جدا طول الموسمين أنا طبعا مش متذكر أوي الخريطة أو ألمانيا جغرافيا إيه المدينة وإيه جنب إيه عشان ما حدش يقول لنا أنا بس زي فيلم محمد سعد اللي جاب الألع جنب البحر أنا مفتأكد أنا بفكر إن كان في حاجة قيل إنها في دوسلدورف وكانت مميزة جدا ممكن تكون مختلط عليها الأمر وإنها كانت حاجة بعيدة عن المعسكر التدريبي اللي بتتكلم عنه أو إنه نفس الفترة اللي بتتكلم عنها عشان بس إيه لو اختلطت علينا الأمور ما نبقاش قولنا للناس معلومة غير دقيقة خلينا نتكلم عن الفترة الجاية أمنياتك بالنسبة للفريق أو الأخطاء الفنية اللي شفتها وبتتمنى أنها تكررش في الموسم الدين مصالة لي لا ينقصه في الوقت الحالي غير الاستقرار فقط لغير استقرار بمعنى أنك يبقى عنده جادة والمستقر يبقى عنده بدايات ونهايات جيدة جدا المدير الفني يبتدي من بداية الموسم خطبالك إحنا برضو إنت مستلسارتي برضو الموسم اللي فات ابتدى من وسط الموسم فبالتالي ما كانتش عنده قدرة كبيرة جدا أنه يتعامل بشكل جيد يعني خد وقت عشان يتعامل مع اللعيبة النهاردة أصبح عنده خبرات إفريقية كبيرة بعد خوضه لكتير من المباراة الإفريقية أصبح عنده برضو نوع من الخبرات ودي يخد بالك بيكتسبها المدير الفني زي زي لعيب بالزبط أنت كالعيب تكتسب الخبرات الفنية بتاعتك من خلال المباراة اللي بتلعبها هو برضو كمدير فني نفس الموضوع الاحتكاك الإفريقي السفر برة يعني التأهيل للسفر برة نفسه اللعب برة مصر ده مختلف تماما تماما الأجواء الرطوبة درجة الحرارة الأرض الملاعب نفسها طبيعة الملاعب نساء الجمهور نفسه طبيعة اللعيبة الأفرق نفسهم طبيعة الملافذات الأفريقية دي كل أخبر ربي يكتسبها المدير الفني الأهلي يمكن عنده عدد من اللعيبة الكبيرة جدا عنده إمكانيات لعيبة هيلة جدا أتمنى أن هما كلهم يكونوا بس على المستوى البدني بشكل جيد لأنها تفرق معهم بشكل كبير فرق مع النادي العالي السندي المستوى البدني الإصابات عدد الإصابات الكتيرة اللحة بالنادي العالي هي دي اللي فرقت كتيرة جدا مع مسارة الملافذات أكتر من الجانب الفريق عطب يعني شايف المشكلة الفريق كانت نقصة في الصفوف لإصابات أو عدم جهزية أو وصول للطوب فورم بدنيا في مطشط أنت عندك أفضل لعيبة في مصر ممكن نقول أن الأهلي محتاج مثلا فروة الثالث مثلا ممكن نقول محتاج واحد ميت فلدر بس إضافات بسيطة جدا يعني أنت بتكلم على فريق حداشر هنتكلم على البوزيشنز يعني حداشر لعيب في الملعب فأنت لو أنت محتاج حد يبقى موجود مع الناس اللي موجودة فأنت محتاج لعيب أو اثنين بالكتير مش محتاج نخبة كبيرة يعني محتاج لعيب أو اثنين بالكتير يعني فبالتالي أنت ما عندكش نقص في عدد اللعيبة أنت بس كان عندك نقص في العدد اللعيب اللي موجودين داخل الملعب مش في اللعب أو في جهزيتهم أو في جهزيتهم يعني أنا بقول داخل الملعب داخل الملعب يعني أنت مش موجود في الملعب مش موجود في الحداشر لعيب أو موجود وموصلتش للطوف بالضبط بالضبط دي كانت مشكلة النادلة أنك بتخرج من إصابة بتخش في إصابة تانية لعيب بيتعور لعيب تاني بيتعور أنت عندك جيه وقت من الأوقات أنت مش موجود عندك رأس حربة خالص مع فريين نادي لالي التلاتة اللي موجودين مصابين التلاتة اللي موجودين مصابين فدي كانت صعبة جدا يعني ترهق أي فريق كان في وقت خلاص الأهلي بيعتمد بس على مجموعة الوسط المهاجم حتى منهم حد هو اللي بيتقدم صح صح فبالتالي انت عندك يعني كان مروان مصاب وليد أزارو برضو مصاب يعني مش معقول انت كل اللحيبة الامكانات اللي موجودة ولما كمل الفريق ورجعت الصفقات الجديدة وعجائيه رجع ومعلوم رجع وقع من هنا لعيب كي بلاير مهم جدا زي وليد سليمان يعني دايما الفريق ناقص عناصر مؤثر انت السنة دي كانت مختلفة جدا معاك يمكن سنة كانت صعبة جدا على أي مدير فني يخد بالك يعني النهاردة بوص عشان ما نتحكش على الناس أي فريق في العالم بيتأثر بالسوبرستار بتاعه في العالم يعني مادريد لما مشي كريستيانو شفنا مادريد في حالس ممكن ما يكونش كريستيانو في الطاب فورما بتاعه السنة دي ولكن كشخصية داخل الملعب بالإضافة لإمكانياته يفرق كتير جدا مثل النهاردة لو مش موجود مع برشلونة بيفرق بشكل كبير جدا فعشان ما تحكش على الناس لا فيه فرقة كتيرة جدا بيفرق مع العيب فالنهاردة تخيل الأهلي يبقى عنده عمرو السليه مصاب وحسام عشور مصاب وليد سليمان مصاب وليد أزارو مصاب وعلي معلول في وقت من الأوقات كان عنده صعبة لا ده وقت النهائي الأفريقي مع الترجي يعني البطولة مش النسخة اللي انتهت الحقيقة لا دي على طول كان قبلها بنتكلم في فاينال ناقص الفريق القوة الضربة كلها بزبط كل القوة الضربة كل النجوم الكبار أو اللاعبين اللي هم الكيب بلايرس والفريق كلهم أعتقد أن ما كانش منهم غير وليد سليمان في المباراة دي في توليس مرة تتكلم مع مرة النهائي مرة النهائي نهائي دي كانت مشكلة النادي الأهلي يخد بالك وطبيعي جدا يعني محدش يقول يا جماعة دي مشكلة قدير فاني دي اللي بتأنينا بيه الموسم الحالي في الدول الضبط الشكل ده قبل الضبط 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 وعلاج اللاعبين المصابين واكتمال الصفوف كان ده الشكل اللي بدأنا بيه الموسم عشان كده أم حامد بنقولي ما ينفعش يبقى كل موسم هو موسم استثنائي بالنسبة لك نفعش كل موسم يعني ملتحم مع الموسم اللي قابلي هيبقى صعب جدا هتيجي برضو هتعاني الفرق بشكل كبير خاصة الفرق الكبير أنا بشري لعيبة كبيرة جدا بفقد من قيمتهم أنا اللعيب النهاردة أنا ما جيبه مثلا من 65 مليون ويتصاب يقعد 4-5 شهور طبعا أنا فقدت القيمة المادية الكبيرة جدا بتاعتها اللعيب صعب جدا يعني نتمنى أن الموسم اللي هيبدأ إن شاء الله الموسم الجديد يبقى أفضل على مستوى الأداء والجاهزية والشغل البدني والفني زي ما قلت يا كابتن بلال أسعدتنا بجودك معنا لنجم وها صديقي العزيز جدا كابتن أحمد بلال نجم نادي غاية منتخب مصر سابقا أشكرك لجودك معنا يا بلال شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا يا محمد ربنا يخليك وبالتوفير لنادي علي طبعا وبالتوفير لمنتخب مصر في البطولة ورب تكون ببطولة مصرية إن شاء الله إن شاء الله نتمنىها بطولة تليق بطبعا تنظيم مصر وصدفتها للبطولة وعلى المستوى الفني وأداء منتخبنا ويكون المنافس الأول على اللقب ويكون الآرب للقب ويحصد لقب البطولة إن شاء الله شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقب اشتركوا في القناة